موسيقى التوفيق شنو هو؟ التوفيق معناه أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأسباب بعضها وفق البعض الآخر متوافقة للوصول إلى النتيجة إلى الطاعة وترك المعصية مثلا واحد إنسان هو مؤمن صالح أغواه الشيطان ليرتكب معصية هذا يذهب ليرتكب معصية الله سبحانه وتعالى لحسن عمل هذا الإنسان سابقا لدعوة مستجابة لصلاة مقبولة الله يلطف بهذا الإنسان يريد يمنع عن ارتكاب المعصية ما يمنع بالجبر أن يرسل مانعا مثلا أمامه أو يرسل ملكا يقبضه مثلا ويمنعه عن المعصية كلا ليست من سنة الله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك عادة إنما الله سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب الطبيعية لمنع المعصية هذا يروح مثلا للمكان الفلاني حتى يشرب خمر وإذا به يرى أباه مثلا في ذلك الشارع أبو يشوفه في ذلك الشارع يقول لزيان تعالى نروح المكان الفلاني هذا يخجل من أبو فيضطر أن يذهب مع أبيه إلى المكان الفلاني وتفوته فرصة ارتكاب المعصية هنا الله ما أجبره ما أرسل ملك ليمنعه أو هو مباشرة بقدرته الغيبية لم يمنعه لكن هيئ الأسباب هذا يمكن إذا شوية كان متأخر مثلا أفرض في طريق زحام أو السيارة مثلا يصير بيها بنشر أو كذا ربع ساعة يتأخر عن الوصول إلى هذا المخمر والعياذ بالله يمكن والده كان قد مر من ذلك الشارع رايح إلى مكان آخر أو والده في ذلك اليوم يفكر أن يروح من طريق آخر مثلا لكن الله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب والأسباب طبيعية لكن الله إياها بحيث أن هذا الإنسان باختياره ما يرتكب المعصية وصل بذلك الشارع اللي فيه المخمر وإذا به يشوف أبوه يقول صدفة شفت والدي فبعد ما يقدر يخجل هو ما يتمكن من أن يخالف والده ويذهب إلى المخمر لكن يراعي بعض الظروف مثلا كذا فلم يرتكب المعصية وبعدين باتر يحمد الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله صدفة صارت اللي أنا ما ارتكبت المعصية هو مو صدفة هو توفيق من الله سبحانه وتعالى الله جعل الأسباب بعضها وفق البعض الآخر أحيانا خذلان أكو إنسان يرتكب المعصية يرتكب المعصية يرتكب المعصية الله سبحانه وتعالى يترك هذا الإنسان وشأنه يعني يخذله ما يهيئ الأسباب الطبيعية له لكي يتوب لكي لا يرتكب المعصية يردروح يرتكب المعصية بدون أي مانع اجتماعي سياسي من العشيرة من كذا يوصل إلى الحرام ويرتكب الله خذ له ما صارت صدفة أنه فالشيء يصير أنه يمتنع عن الحرام احنا هواي قصص نسمع كبعض الناس ينقلون قضايا يقول أنا قررت فتقرار قرارها ما أكيد ورحته صدفة ما صار هو يقول صدفة ما صار بس هو في الواقع توفيق من الله أو خذلان من الله إذا في فعل المعصية والله تركه خذلان إذا في فعل الطاعة والله هيئ له الأسباب هذا توفيق قل فد واحد كان نقل عنه أنه يقول قررت أن أقتل فلان في حالة غضب أوائل شباب كان شوي طائش كان وكذا وصار عنده نزاع مع واحد من الناس قرر أن يقتله زين راح هيئ مسدس وشاف في مكان وأراد أن يرميه بالمسدس تبين هناك عطب وعطل في المسدس عطب زين وفاتت الفرصة وبعدين رجع وحمد الله سبحانه وتعالى وإلى الآن يعني إلى ذاك الوقت اللي نقلت القصة يحمد الله سبحانه وتعالى أن كان في المسدس عطبا بحيث أنه لم تلوث يده بدم إنسان مظلوم لو كان يقتل ذاك الإنسان كان يخسر الدنيا والآخرة بالدنيا أنه سجن ويمكن إعدام وكذا والآخرة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كان توفيق من الله لماذا الله وفق هذا الإنسان دعوة مستجابة واللي كان إنسان صالح هو كانت إلى أعمال حسنة فالله سبحانه وتعالى ما أراد أن هذا الإنسان يكون من أهل النار حيئ الأسباب بشكل أنه هذا المسدس اللي يروح يشتريه أو ياخذه يختار المسدس اللي فيه عطب لو كان مختار مسدس آخر ما كان فيه عطب كان لعله قتل ذاك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر